المساء الخير على حضراتكم جميعاً أعزائي المشاهدين نوهنا الحلقة اللي فاتت إن احنا معينا حاجة مهمة جداً بخصوص الهند ميد حلقتنا النهاردة كلها تحدي تحدي الإعاقة كيف يكون البازل لغة التواصل مع الحياة مع أفراد الأسرة مع العيلة لغة التواصل بين آية وبين العالم الخارجي هو البازل الإعاقة آية تميزت بيها وجعلتها فنانة متفوقة ومتميزة في الحياة آية عملت حاجات يعني مش أي حد يعرف يعملها خالص آية متفوقة جداً ومتميزة وإحنا النهاردة بنرحب بيها لأنها عاملة حاجات أكيد كلكم لما تشوفوها هتتفاجئوا بتحدي الإعاقة معنا آية صبحي أهلاً بك يا آية من ورانا أحمد الله حبيبة قلبي مدم إيمان صلاح من ورانا ومامة آية أهلاً بك يا فندم النهاردة الموضوع بتاعنا موضوع مهم جداً اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وهو تحدي الإعاقة عايزين لأول كده تعرف لنا آية آية من وهي بدأت من إمتى وبتعمل بازل وبتعمل حاجات اللي أنا شايفاها اللي فيها يعني ألف مثلاً بازل بدأتي من إمتى؟ بدأتي من إمتى يا آية؟ من وانت صغيرة؟ آه بدأتي بتعمل حاجات دي من وانت صغيرة وبتعمليها من غير محد يعلمها لك لأمل لوحدك آه وحدك وما عنديكش ولا فيه صورة قدامك ولا حاجة لا خالص لا احنا بنرحب بآية طبعاً آية وجه مشرف للزكاء والتفوق والتحدي معانا مدم إيمان هتقول لنا دلوقتي رحلة آية من البداية في البازل وعايزين نعرف البازل كان مؤثر جداً في الحياة الاجتماعية والأسرية في البيت بينكم وبينها؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم هو البازل كان هو لغة التواصل بينها وبين آية منه هي صغيرة جداً عايزين نعرف الناس لنقطة دي بالتحديد إزاي البازل كان لغة التواصل؟ كانت هي اللغة التواصل كانت هي الحاجة اللي بعرفها بيها كل حاجة حواليها مثلاً عايزة الأرقام كنت بعرفها الرقم بيبقى رقم واحد وصورة واحد وما ينفعش ركاب غير هما الاتنين دول مع بعض رقم اتنين ومعايه مثلاً وردتين بيركبوشها اللي هما مع بعض وفي الحروف برضو ألف بين الألف ده مع الأسد ده بالألف فابتدت إن هي تعرف الحروف والأرقام من خلال البازل يعني هي كانت بتسمع تعلمت الحروف والأرقام من خلال البازل ومراحل تكون الإنسان برضو برضو من خلال البازل مراحل تكون الدجاجة برضو من خلال البازل وحضرتك طبعاً بتسعديها وبتذكر لها وكننا بنحصل يعني بصعوبة عليه بس كان هو ده اللغة التواصل بيني وبينها لأن هي كانت بتسمعني كويس قوي وما كانتش بتتكلم يعني هي الأول ما كانتش بتتكلم اه فبقى بقى من ساعة ما كان هو وسيلة التعليم اللي بتتعلم من خلاله وبقت هي موهبتها وكل حياتها فهي كانت بتتبقى تتعامل تعامل هي لوحدها بقى بازل ابتدينا من أربع قطع تفضلي روحي قولي ابتدينا من أربع قطع ست قطع عشر قطع خمسين مية لغاية ما بقى التعامل دلوقتي وصلت لألفين قطع انتي أكبر عدد عملتي في البازل ايه ايه تعرفي كم واحدة ألف 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 ولا ألفين في سور ألفين وفي سور ألف يعني آية بتعمل ما بدأت بقطعتين وبدأت بأربعة وصلت لألفين بربع لك ايه أنا بحييك جدا بسي بسي وبحيي ماما طبعا لأن المجهود الكبير والأكبر يعني أنا برضو حضرتك قلتلي قبل الهوى اللي هو أني خدت كرس تعليمي عشان تقدري تتعاملي وهي صغيرة أنا أخدت لها كرسات كرسات يا بير احنا بنصور والناس شايفاك دلوقتي يا آية البازل اهو الناس شايفاك الناس كلها شايفا البازل وشايفا شغل آية أنا جاها داني دي المتحدي الأعاقة الفنانة آية اهي الفنانة آية بتبتدي البازل تعمل أول الفريم البروز بتاعه وبعدين تبتدي بقى تشتعل احنا معانا كمان صورة لآية مع الفنان الجميل حسين فاهمي وهو بيديها بيشوف الهداية بتاعتها هنلاقي دلوقتي ان شاء الله في الكاميرا كده موجودة لصورة اللي هي فيها قطتين اه كان للأسف يعني كان عايز ياخدها كان عايز ياخدها بها بها بيايا بس هي عزيزة حليع حاجتها قوي طبعا اه فما بتفردش بحاجتها بسهولة طبعا هي ده شغلها وتعبها وزكائها اه وده احنا عايزين يعني كمان نعرف الناس هو كده شغلها على الكاميرا البيت الجميل ده اي اللي عملها 3D 3D هي اللي عملها اه شغلها طبعا حلو جدا واكيد الكاميرا جابت شغل بتاعها كله اه زوال انت وبعدين هي مش بتعمل مش متخصصة في صور بعينها يعني ممكن تعمل خرايط تعمل منظر طبيعي تعمل ورد تعمل تيور صورة حسين فاهمية معانا اه هي وحسين فاهمي فنانا الجميل اه دي صورتك هي اي انت شايفاها جميلة جميلة صدق اه والله احنا بجد يعني اه مبسوطين جدا بزكائها والتحدي اللي هي بتعمل المفروض ان هي انت رمز انا عايزة كمان بصوا بقى دي انا عايزة اواريكو دي انا عايزة بقى حضرتك تتكلمي كده عنها الكاميرا جايباها السورة البازل دي الكرة الارضية وكل دولة والمعلن بتاعها وملهاش عدلة معينة يعني تتمسك باي جهة من الاتجاهات وموجودة بقى الدولة كل دولة والمعلنة بتاعها يعني دي انا 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 حبيت اوريها للمشاهدين لانها صعبة جدا يعني ده بازل تركيبه صعب جدا هي ايه مش ما عندهاش صورة تمشي عليها هي مجمعه لوحدها وده طبعا الكلام اللي مامتها بتقوله وبعدين في حاجة كمان ان السور اللي هي كانت بتلقى اول كانت بتبروزها وبعدين دلوقتي ما بقناش نبروزها على اساس عشان تقيلة وبعدين هي عايزة تعرف الناس بالبازل لان في ناس كتير ما بتعرفوش حصل ان هي عرضنا في مكان وكان فاكرين ان ده رسم فجايين يقولولها يعني برافو على الرسم اول ما شافوا ان ده بازل هو اصعب من الرسم بكتير طبعا يعني مبسطين منها جدا وحيوها وفضلوا وقفين معاها كتير ان ده انجاز يعني بازل يعني قطع ورقية صغيرة جدا وهي بتجمع الشكل وتجميع البازل اه تجميع البازل ده بحق ذاته اه دي حاجة من الحاجات اللي هي عاملها اه دي سان فرانسيسكو دي حوال الفين لا دي سبعمائة وخمسين دي سبعمائة وخمسين قطعة يعني فعلا تحدي اه وتفوق والالوان كمان يعني اللونين صعبين مفيش حاجة صعبة مفيش حاجة غلطة مفيش غلطة فيها خالص لا 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 خالص اه يعني هي مفهاش غلطة خالص ما مينفعش واحدة تركب مكان التانية آآ ما شاء الله عليها متفوقة ومتميزة وآآ انا بصراحة سعيدة بك يا ايا وانتي شطرة وجميلة وانتي رمز للناس كتير آآ احنا مش بنتكلم كمان بقى على تحدي الاعاقة بس لأ انتي انتي رمز للناس اللي قاعدين ما بيعملوش حاجة في حياتهم والمفروض يتعلموا منك يا اياه جميلة طبعا جميلة جدا طبعا دي فخر فخر يبقى اخوها يعني الاتنين بسم الله ان شاء الله يعني ربنا يبارك فيهم جمال جدا وربنا يبارك فيهم ربنا يبارك فيهم وهي نوارتني النهاردة آية جدا طبعا احنا احنا بقى احنا اللي اتشرفنا بحضرتك لأ طبعا انا سعيدة والله بحضرتك وبآية وسعيدة بالشغل اللي انا شايفها انا كان نفسي الحلقة تبقى اكبر من كده عشان آية نعرض الشغل الاكتر لأ ان شاء الله يبقى فيه سور كتيرة جدا هيبقى فيه ان شاء الله حلقات تانية نعرض ان شاء الله هنحددها قريب احنا الوقت عايزين نطلع بسور معانا سور الهند ميد مي علاء حسين عايزين نطلع بسور بتاعتها كده وايه برضو موجودة معايا مكملين لحد اخر الحلقة هنطلع بس شغل مي علاء حسين خليكي معانا خمس دائق كده وهنمش كلنا سوق مي علاء حسين فنانة موهوبة في الكوريشيه وتعليمت الكوريشيه وبتطور من نفسها وبتطور من شغلها وطبعا احنا عارفين ان مواهب الكوريشيه لا تعد ولا تحصى يعني بالنسبة للفنانين بتوع الكوريشيه مي علاء حسين عايزين نتابعها ونشوف شغلها هي كمان معانا في الجروب بتاع كل جديد في الاشغال اليدوية والفن والديكور ده شغل امي امي كوريشيه ده الجروب بتاعها بقيت السور بتاعتها موجودة معانا احنا معانا معانا ده شغل مي مي فنانة كوريشيه بتعمل كل حاجه لبس شنط مفارش كل المجولات معانا صور امي لا نجي امي بقيت السور بتاعتها امي 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 احنا معانا امي وكمان معانا مي علاء حسين احنا السور اللي احنا عايزين نعرض سور مي علاء حسين وسور امي امي برضو امي هندي ميت ده الجروب بتاعها او الصفحة بتاعتها اللي هي اسمها الحقيقة ايمان فاروق برضو معانا في الجروب ايمان برضو فاروق مصممة ومدربة وفنانة كوريشيه اشتغلت على نفسها كتير وتعلمت حاجات كتير في الكوريشيه اه اه امي اتعلمت اعلمت الشغل الاكسسوارات وتعلمت الديكوباج اتعلمت حاجات كتير جدا بتعمل حاجات كتير قوي وبتشتغل على نفسها كتير ده شغل نكمل كده بقية السور نكمل بقية السور نكمل بقية السور شغلها جميل اه اه طبعا الرقم التليفون بتاعها والاسم الجروب ده شغلها بتعمل ساعات بالكوريشي حاجات جميلة جدا الرقم بتاعها موجود واسم البيتج بتاعها شغل طبعا رائع وجميل متميزة طبعا انتوا شايفين دلوقتي اسم البيتج بتاعها الاتنين اللي معنا النهاردة ايمان فاروق اللي هو ايمي هاندميد ومي علاء حسين الاتنين فنانين موهبين وطبعا اسمهم وشغلهم يعني اتعرض على الشاشة وهينزل تاني على الشاشة عايزين نتابعهم دول فنانين شغلهم حلو جدا ناس متميزة ومتفوقة دول بيدربوا وعايزين ندخل كده لصفحات بتاعتهم ونزورهم ونشوف شغلهم معانا هو شغل ايمي معلش لو حصل اي لغبطة في الاسماء بس طبعا كلنا الاسم موجود ايمي هاندميد اسمها موجود على شغلها شغلها حلو قوي بتعمل لوحات بالديكوباج والاطباق دي شغلها جميل جدا طبعا المتابع معانا سورك ورقمها اللي التواصل معاها واللي عايز شغل منها اللي عايز يعرف اي معلومات سواء مكانها او البيتج بتاعها الرقم التليفون موجود ايمي كوريشي طبعا ده الاتنين الفنانين اللي كانوا معانا النهاردة مي علاء حسين وايمان فاروق شغلهم هايل وممتاز ويريد كلنا نزورهم ونشجعهم وندخل البيتج بتاعهم ونتواصل معاهم علشان نشجعهم احنا بنشجع كل فنانين الهاندميد ايا قلتلي ايا لها صفحة او ايا لها صفحة اللي هي اسمها ايه ايا صبحي بازلز ايا صبحي بازلز ايا صبحي بازلز ده الصفحة بتاعتها يا جماعة عايزين كلنا نشجع ايا وندخل لها الصفحة بتاعتها ونشجعها وندعمها لان ايا موهبة ومتفوقة ومتميزة اتمنى ان يكون مي علاء حسين تكون اتبسطت لما شفت شغلها معنا احنا بنحييكي بنحييكي جدا على شغلك وعلى انك متميزة وبنحييكي لشغلك الجميل ونتمنى يا جماعة كلنا ندخل عند مي وندعمها ونشجعها لانه التشجيع بيبقى مهم جدا جدا اللي بيشتغلوا هاندميد وامان فاروق صفحتها امي هاندميد برضو عايزين ندخل ونشجعها المفروض ان احنا كلنا نشجع بعض جروب كل جديد في الاشغال اليدوية والفن والديكور ده الجروب بتاعنا والرقم البرنامج موجود للتواصل اللي عايز يطلع ويعرض شغله اللي عايز تشجيع ودعم يتفضل يتكلم ويتواصل معنا انا بشكر التلات مواهب اللي كانوا معايا النهاردة مي وإيمان وبشكر آية جدا لان آية بتتحدى يعني تحدد كل شيء وتحدد الاعاقة وبتشتغل طبعا من بتشتغل البازل من شغلها من صغرها شغلها موجود حاجات الجميلة طبعا تظهر على الشاشة طبعا حضرتك تحبي بقى تقولي إيه الآية كده أو تقولي إيه للناس اللي ما بيشتغلوش على أولادهم لا أنا عايزة لكل أم تشوف ابنها هيجيب في إيه وتساعده وإن لازم تعترف بعقاكت ابنها أنت تابت كتير آه يعني لازم لأول أن أنا أعترف يعني الاعترف ده بياخد وقت كتير جدا بياخد وقت كتير جدا يعني وعلى قد ما هي هتبدي على قد ما هتلاقي في ابنها على قد ما هتتعب والله على قد ما هتتعب يعني أنا مش عايزة أقدم إنسان لحضرتك السيرك المدربين بيتعبوا قد إيه وبيلاقوا نتيجة قد إيه من الحيوانات اللي بيدربوها ما باللإنسان اللي ربنا كرموا بقى صح لما نتعب بقى معيه وإن شاء الله بإذن الله على قد ما الواحد هيتعب على قد ما هي نتيجة أحسن هي متفوكة كمان رياديا ورياديا يا جماعة ما كلمناش في النور يعني كانت متسجلة في الاتحاد العام المعاقين طبعا سباحة وجلة ورمح وفي الاسبيشيال أولمبيك يعني يعني ما شاء الله مش هندقى هي تأخرت بس لزروف الصحية أنا وزروف والدها لإن النادي كان بايد علينا وكده فده البس اللي إحنا إيه تأخرنا كيه كم سنة اللي فيتدو سلامتك ألف سلامة وربنا يبارك فيها تبقى متفوكة انت زائتي من هنا آية ولا آية لا والله الناس كلها شايفاكي هي الناس كلها شايفاكي وأكيد هيتعلموا منك الحمد لله والبازل بتاعها الجميل ده على فكرة بتحبش تدي حد حاجة من البازل بتاع عشان تبقوا عارفين هتديني واحدة ولا لا آية آية وما بتبيعش البازل على باكرة كمان يعني يا حضر ده معاية كثير ما بتبيعش فيها البازل هي عايزة بس الناس تتعرف عليه ويعجبهم الشغل بتاعها ويقولولها برافو ويدعموها هو طبعا أكيد الناس كلها شايفة الشغل وأكيد الناس كلها تدخل صفحتها وهتدعمها إن شاء الله وإحنا كده خلصنا الحلقة وصلنا للنهاية ومرحبا بكم طبعا نورتوني النهارده وإحنا كلنا ماشيين وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله استنونا مع كل جديد